غير متوقع بعد تحقق توقعه بموعد وفاة الملكة إليزابيس نبوءات صادمة نيستر داموس عن ملك شارلس وبقاءه على العرش برحب كل متابعين ومشاهدين كنات أنا وهي والنجوم بحلقة جديدة من حلقة التوقعات أسعد لأوقاتكم بكل خير رغم مرور أكتر من 400 سنة على وفاته لكن العراف الفرنسي نستر داموس الشهير بنبوءاته لسه بيواصل إصدارة الجدل بعد ما توقع تاريخ وفاة الملكة الراحلة إليزابيس الثانية عن عمر 96 سنة حاملا معه نبوءة صادمة حول مستقبل نجلها الملك شارلس الثالث بعد ما تنبأ بتفكك مملكته وقسر عهده وتنزله عن عرشه لرجل غير متأكد الخبر عامل ضجة كبيرة أو التوقع ده عامل ضجة كبيرة على كتير من المواقع والسوشيال ميديا على مدى كرون كتير الهابط تنبؤات العراف الفرنسي المكتوبة في القرن الخمس عشر خيال الملايين حول العالم طبعا بدافع السكر كبيرة في الطبيب الشهير والأحداث الشهيرة اللي اتوقعها زي الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وزهور نابليون وهتلر وحتى أحداث 11 سبتمبر أيلول الشهيرة وأخيرا اترابات اجتماعية عزمة في 2020 وأرجعها كتير من الناس إلى جائحة كورونا لكن الاكتشاف المصير اللي قدمته صحيفة ديليستر البريطانية بعد ما نقل التفسير جديد للنبؤات قدمها في عام 2005 الكاتب ماريو هريدينغ المختص في حياة نيستر داموس بيقول أنه حد التاريخ وفاة إليزابيس الثانية بالزبط في تفسير جديد صادم لنبؤات نيستر داموس بيقول أن عهد الملك تشارلز هتكون قسير جدا وفيه اقتراح غير متوقع بأن الأمير هاري هو اللي هيتولى العرش بدلا من الأمير ويليام اتدعى المؤلف ماريو ريدينغ وهو خبير بارس في علم التنجيم أن نيستر داموس اتنبأ بتلاقي الأمير تشارلز من الأميرة ديانا بحسب اللي نشرته صحيفة الديليستار البريطانية الكتاب اللي اتكتب في عام 2005 بيعيد تفسير النبؤات الأصلية اللي قدمها نيستر داموس قبل 447 سنة وبيقترح أن رجلا لم يتوقع أبدا أن يصبح ملكا بيتولى العرش بيتضمن التفسير الجديد توقعات دراماتيكية لعهد الملك تشارلز الذي أكد أنه سيكون كسيرا جدا وأنه سيكبر على التنازل عن العرش مفجرا كنبيلا بأن الأمير هاري الذي تخلى عن مهامه الملكية رسميا قد يتولى العرش وقد أدى ذلك الإدعاء بأن يشير إلى أن الأمير هاري أو حتى الأسترالي سيمون دورانتي دي الذي يدعي أنه الإبن السري للملكة شارلز وكاميلا الكتاب بيستخدم فيه ريدنج شرح النبوءة بيقول أن القصائد المبهمة المكتوبة عام 1555 للتنبؤ بدقة بسنة وفاة جلالة الملكة بيقول المؤلب الدباجة هي أن الملكة إليزابيس الثانية ستموت حوالي عام 2022 عن عمر جناه 96 عام يعني أقل من عمر والدتها بخمس سنوات بتستمر الكراءة في التكهن بأن مصطلح ملك الجزر المستخدم في إحدى قصائد نيستر داموس طبعاً أنتوا عارفين أن نيستر داموس كان بيكتب توقعاته على شكل قصائد مبهمة فبيقول أن في إحدى القصائد دي فيه كلمة أو مصالح ملك الجزر وبعد تحليلها أو تفسيرها بيقول أن هي بتعني أنه بحلول بداية عهد الملك تشارلس الثالث بينفصل جزء كبير من دول الكومانويلز وأكمل التكهن سيكون الأمير تشارلس في الرابعة والسبعين من عمره في عام 2022 عندما يتولى العرش لكن الاستياء الذي تشعر به ضده من قبل نسبة معينة من السكان البريطينيين بعد تلقه من ديانا أميرة ويلز ليازل قائماً يعني الناس في بريطانيا أو معظم الناس في بريطانيا بتكره الملك تشارلس بسبب الأميرة ديانا وبيشير الكاتب إلى تحول أكثر دراماتيكية بأن هذا الغضب المتنامي مع الأخذة في الاعتبار العمر العظيم للملكة شارلس هيجبر الملكة شارلس على التنازل عن العرش يعني سنه وأن الناس لسه بتكرهوا فده اللي هيجبره أنه يتنازل عن العرش الصالح الأمير ويليام الذي لن ينصب ملكاً لسبب غامض ليتولى الحكم بعدها الرجل الذي لم يتوقع أبداً أن يكون ملكاً وحسب توقعات الكاتب فيعتقد أن هذا الشخص سيكون الأمير هاري الذي سيصبح اسمه هنري التاسع لكن أخرون ربط النبوء الصدمة برجل استرالي خمسيني يدعى سيمون دوروان تدي كانت دعا قبل سنوات أنه ابن للأمير شارلس وكاميلا باركا وقال ريدنج أنه لقى نظرة أخرى على جملة نيستر داموس رجل سيحل محله الذي لم يتوقع أبداً أن يكون ملكاً وتساءل ريدنج هل هذا يعني أن الأمير ويليام الذي كان يتوقع أن يخلف والده لم يعد موجوداً في الصورة؟ وبيقول ريدنج أنه مع عدم قدرة ويليام على تولي الدور الملكي لأي سبب من الأسباب فإن الأمير هاري عن طريق التقصير هيصبح ملك بدلاً منه ده السؤال اللي بيطرحه ريدن قبل وفاة الملكة كان هناك اعتقادات بأن نيستر داموس قد تنبأ بالحرب في أوكرانيا مع تلمحات غامضة بأن فرنسا قد تواجه تهديداً من الشرق وكتب المناجم الفرنسي الرأس الأزرق سيقع الأزه بالرأس الأبيض بدرجة كبيرة كما أن خير فرنسا لكلاهما سيذهب هباء ورغم شهر التنبؤات نيستر داموس وكسرة المؤمنين بيها لا يمكن إثبات صحة نبؤات نيستر داموس بشكل علمي حتى الآن يعني يرى الكثيرون أن التوقعات كانت من قبيل الصدفة ويمكن تحملها على أحداث كتيرة وقعت في مناطق مختلفة من العالم طوال الكرون الماضية وتضم نبؤات نيستر داموس التي كتبها في عام 1555 أكتر من 6000 نبوءة تغطي حتى عام 3797 كتبها المناجم الشهير باليونانية واللاتينية ولهجة فرنسية أديمة للهروب من اتهامات التجديف من قبل الكنيسة الكاسوليكية ما يجعل ترجمتها صعبة ومنفصلة زي ما بنقول دايما هي مجرد توقعات ولا يعلم الغيب إلا لا بس قبل ما نهي الفيديو ياريت تقول لنا اعتقادكم مين اللي ممكن يتولى العرش مين هو الرجل الغير متوقع ممكن يكون حد ثالث غير الأمير هاري او الراجل اللي بيداعي انه ابن الملكة في كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة اتمنى لو اول مرة بتشوفوا القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار كل فيديو جديد وياريت تدعموني باللايك والكومنت والشير وشكرا لكم وإلى اللقاء